اسم الدرس أحسب قيس مساحة المثلاث أستحذر أولاً أتأمل الجدول التالي القيس الظلع الطول العرض المساحة الشكل مستطيل 25 سنتيمتر 15 سنتيمتر مربع 7 متر مستطيل 10 متر 150 متر مربع أبحث عن الأعداد المناسبة لفراغات الجدول الإجابة أبحث عن قيس مساحة المستطيل الأول مساحة المستطيل تساوي طول في عرض 25 في 15 يساوي 375 سنتيمتر مربع أبحث عن قيس مساحة المربع مساحة المربع تساوي ظلع في ظلع 7 في 7 يساوي 49 متر مربع أبحث عن قيس طول المستطيل الثاني مساحة المستطيل تساوي طول في عرض وبالتالي فإن طول المستطيل يساوي مساحة المستطيل على العرض 150 على 10 يساوي 15 متر القيس الظلع الطول العرض المساحة الشكل الشكل مستطيل 25 سنتيمتر 15 سنتيمتر 375 سنتيمتر مربع مربع 7 متر 49 متر مربع مستطيل 15 متر 10 متر 150 متر مربع أستكشف ثانيا في إطار تنويع نشاطه الفلاحي خصص السيد محسن مساحة مغطاة في شكل مستطيل ألف با جيم دال بعداه بالمتر على التوالي 60 و20 لتربية البقر الحلوب قسم هذه المساحة وفق ما يبينه الرسم المصاحب إلى ثلاثة أجزاء مثلثة الشكل حيث الجزء الأول للأبقار بمعدل 8 متر مربع للبقرة الواحدة الجزء الثاني للعجول الجزء الثالث لخزن العلاف أبحث عن عدد الأبقار التي يمكن لسيد محسن أن يربيها في الجزء المخصص لها الإجابة أبحث عن قيس مساحة المثلث رقم واحد بالمتر المربع مساحة المثلث تساوي القاعدة في الارتفاع على اثنان القاعدة تساوي ستين متر الارتفاع يساوي عشرين متر هو نفسه عرض المستطيل ستون في عشرون على اثنان يساوي ستمائة أبحث عن عدد الأبقار التي يمكن لسيد محسن أن يربيها في الجزء المخصص لها المثلث رقم واحد نقسم مساحة الجزء المخصص لتربية الأبقار ستمائة متر مربع على المساحة المخصصة للبقرة الواحدة ثمانية متر مربع ستمائة على ثمانية يساوي خمسة وسبعين بقرة أبحث عن قيس طول الجدار الفاصل بين الجزء المخصص للأبقار والجزء المخصص للعجول الإجابة يجب أن نبحث عن مساحة المثلث رقم اثنان الملاصق للمثلث رقم واحد ومساحته هي مساحة المستطيل نطرح منها مجموع مساحة المثلث رقم واحد مع المثلث رقم ثلاثة أبحث عن قيس مساحة المستطيل والتي هي الطول في العرض ستون في عشرون يساوي ألف ومائتين متر مربع أبحث عن قيس مساحة المثلث رقم ثلاثة بالمتر المربع مساحة المثلث تساوي القاعدة في الارتفاع على اثنين القاعدة تساوي خمسة واربعين متر الارتفاع يساوي عشرين متر هو نفسه عرض المستطيل خمسة واربعون في عشرون على اثنان يساوي أربعمائة وخمسين أبحث عن قيس مساحة المثلث رقم اثنان بالمتر المربع مساحة المثلث رقم اثنان تساوي مساحة المستطيل إلا مساحة المثلث رقم واحد مع مساحة المثلث رقم ثلاثة 1200 إلا 600 مع 450 يساوي 150 متر مربع أبحث عن قيس طول الجدار الفاصل بين الجزء المخصص للأبقار والجزء المخصص للعجول طول الجدار يمثل قاعدة المثلث رقم اثنان قاعدة المثلث رقم اثنان تساوي مساحة المثلث رقم اثنين في اثنين على الارتفاع 150 في اثنان على اثنى عشر يساوي خمسة وعشرين متر أتدرب ثالثا أتأمل المثلثات التالية أبحث عن مساحة كل مسلث كلما أمكن ذلك الإجابة مساحة المثلث تساوي القاعدة في الارتفاع على اثنين مساحة المثلث رقم واحد ستة في اربعة على اثنان يساوي اثني عشر سنتيمتر مربع مساحة المثلث رقم اثنان ثلاثة في اربعة على اثنان يساوي ستة سنتيمتر مربع مساحة المثلث رقم ثلاثة أربعة في اثنان على اثنان يساوي أربعة سنتيمتر مربع مساحة المثلث رقم أربعة لا يمكن حساب مساحة هذا المثلث لأنه ينقصنا قيس طول القاعدة التي يرتكز عليها الارتفاع كذلك هو الحال بالنسبة الى المثلث رقم خمسة رابعا أتأمل الرسم التالي أبحث عن قيس الوتر باء جيم الإجابة أبحث عن قيس مساحة المثلث مساحة المثلث تساوي القاعدة في الارتفاع على اثنين القاعدة تساوي أربعين متر الارتفاع يساوي ثلاثين متر أربعون في ثلاثون على اثنان يساوي ستمائة متر مربع أبحث عن قيس الوتر باء جيم الوتر باء جيم يمثل قاعدة المثلث ألف باء جيم قاعدة المثلث تساوي مساحة المثلث في اثنان على الارتفاع ستمائة في اثنان على أربع وعشرون يساوي خمسين متر خامسا مربع قيس ظلعه بسنتيمتر عشرين قسمته أمل وفقا لقطريه أبحث عن قيس مساحة كل من المثلثات الأربعة بأكثر من طريقة الإجابة الطريقة الأولى أبحث عن قيس مساحة المربع عشرون في عشرون يساوي أربعمائة سنتيمتر مربع أبحث عن قيس مساحة كل من المثلثات الأربعة أربعمائة على أربعة يساوي مئة سنتيمتر مربع الطريقة الثانية ارتفاع كل مثلث من هذه المثلثات الأربعة يساوي نصف ظلع المربع يعني عشر سنتيمتر إذن قيس مساحة كل من المثلثات الأربعة عشرون في عشر على اثنان يساوي مئة سنتيمتر مربع ترجمة نانسي قنقر